لم تعد تلك الصورة مجرد استعراض عسكري بعد قرنين من المطاردة في الجبال والصحراء بل باتت تؤسس لملامح أفغانستان الجديدة بعد عشرين عاماً من الوجود الأمريكي ملامح بدأت تتضح من خلال بيانات لطالبان حملت معها تعيينات في أكبر الوزارات والهيئة الحكومية بدءاً من وزارة المالية والمخابرات الأفغانية ووزارة الداخلية تعيينات كشفت تناقضاً حاداً بين أفعال الحركة وأقوالها التي طالما رددت أنها تسعى إلى تشكيل حكومة شاملة تضم كافة الأفغان القضايا الرئيسية هي أننا نريد من جميع السياسيين الأفغان والشخصيات الأفغانية أن يكون جزءاً من الحكومة الأفغانية الشاملة المستقبلية سياسة فرض الأمر الواقع التي اعتمدتها طالبان دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحث طالبان على الوفاء بالتزاماتها وعدم تقويض السلام والعدالة ما زلنا نأمل ونحض على أن توصل نتيجة هذه الجلسة رسالة قوية إلى جميع الأطراف بما في ذلك طالبان مفادها أن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تقوض السلام والعدالة في العالم وستكون لها عواقب وخيمة وفيما حظر رؤساء لجنة الشؤون الخارجية ببرلمانات دول مجموعة السبع أي دولة من الاعتراف أحادياً بنظام طالبان والتنسيق عبر قرار من مجلس الأمنة يقول أحد المترجمين الأفغان الذين تمكنوا من الفرار خارج البلاد إن طالبان لن تتغير محذراً من خطورة ووحشية الحركة طالبان كما أخبرتك لم يتغيروا أبداً لا يمكنني مقارنتهم بأي إنسان على هذا الكوكب إنهم أكثر وحشية وأخطر من أي شخص تفكر فيه وبين تحذيرات من تصديق وعود طالبان واقتراحات بمتابعة أفعالها على الأرض سيطر الخوف على الأفغان ولسان حالهم بأي حال عتية طالبان أسامة سرايا العربية